أنا بجزم إن المسؤولين عن إنبي هم عارفين الولد ده كويس هم 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 عارفين الولد ده كويس وممكن يكون لعب في مرحلة أو في سن من السنين في إنبي فعشان كده عنده المعلومة وعنده الـ data اللي بتقول إن اللعيب ده هوك من السليم هو قال لي كده أه ما أنا لسه بقول لك أنا يعني أنا مش على دراب الموضوع ككل بس أنا بجزم كده لأن الموضوع ده كرر كتير هم 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 تفاهمني إزاي؟ لكن في وقت من الأوقات كان الموضوع لما بيطلع العيب من السليم هو اللعيب اللي بتوقف مش النادي اللي بيتجاز إن هو بيتجاز على النادي وبتتخصم النتائج بتاعته هم يعني فيه من الأوقات من كتير كان اللعيب هو اللي بيتعاقب مش النادي هو اللي بيتعاقب تفاهمني إزاي؟ والنتيجة ما بتتغيرش؟ ما بتتغيرش آه يعني دلوقتي أنت برضو تلي حاجة برضو مكتش في بالي دلوقتي لو أثبت إنه اللاعب دوت مثلا كان يتلعب في الأوراق الرسمية والمصري ما يعرفش ساعتها النتيجة لا تلغى للمصري ويعاقب اللعب ويعاقب اللعب الإقاف أو الشاطبة أو كلام دا كلها انت فيهمني إزاي؟ وحصلت كتير قبل كده